اشتركوا في القناة الحمد لله العفو والغفور لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المقصور نحمده تبارك وتعالى حمد القانع الشكور ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من كل الشرور فاللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى آثرهم إلى يوم النشور وسلم تسليما كثيرا موضوعنا اليوم بمشيئة الله وحفظه هو أسباب سقوط عقوبة جهنم عن فاعل السيئات وفيها مجموعة من الأجزاء أقدم لكم في هذا اللقاء المبارك الطيب الجزء الأول وقبل أن أبدأ تحضرني أبيات لأبي أسحاق إبراهيم أني الفيرو زبادي رحمه الله إذ يقول متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وقمت أشك إلى مولاي ما أجد وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشك إليك أمورا أنت تعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبح رجودك يروي كل من يرده في هذا اللقاء المبارك سوف أتكلم عن أربع أسباب لإسقاط عقوبة جهنم أعمارنا قصيرة وأيامنا قليلة وسوف نعود إلى رب كريم رحيم سوف يسألنا عن كل صغيرة وكبيرة وعن كل شاردة وواردة سوف نسأل عن كل كبيرة وصغيرة وعن كل شاردة وواردة فماذا أعددنا لهذا اللقاء لنسمع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إذ يلخص لنا العمر في هذه الأبيات القليلة والله إنها لكلمات تكتب بما الذهب يقول رضي الله عنه وأرضاه إذا عاش الفتاة ستين عاما لماذا قال ستين لأن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وقل من يتجاوز ذلك أعمارنا ما بين الستين والسبعين لنرى الأموات أنهم ماتوا الأكثر الأكثر الأكثرون ماتوا ما بين في عسرة الستين عسرة السبعين سميها ما بين الستين والسبعين والعلماء يقولون أن هذه عسرة عسرة سنوات ما بين الستين والسبعين يسمونها معترك الموت معترك الموت نفسك وأنت تتعارك مع الموت أيهما يغلب والقليل من يتجاوز يموت في الثمانين وفي التسعين وفي المئة لكن الأكثر يموتون في هذه ولذلك قال الإمام علي إذا عاش الفتاة ستين عاما فنصف العمر تمحقه الليالي احسب ما يا حبيبي بارك الله بك إذا عاش الفتاة ستون عاما نصف العمر ثلاثون سنة تمحقه الليالي يعني ثلاثين سنة نوم ليل إذا عندك فقط في عمرك عشت ثلاثين سنة اللي هو النهار هل أنت تعيش ليلا ونهارا لا ليل ونهار ونصف نصف ثلاثون نصفها كام خمستاش ونصف نصف يذهب ليس يدري لغفلته يمينا مع شمالي خمستاش سنة ذهبت لا تدري ذهبت في الخربقة ذهبت في الدمين ذهبت في الجلسات ذهبت في البرجة ذهبت في الصهريات ذهبت في التحواز ذهبت وثلث النصف ونصف النصف يعني نصف الثلاثين هي خمستاش ونصف النصف يذهب ليس يدري لغفلته يمينا مع شمالي وثلث النصف ثلث خمستاش ثلث انتحها كام خمسة عشرة عشرة ثلث النصف ثلاثين نصف انتحها عشرة ثلث انتحها عشرة وثلث النصف آمال وحرص وشغل بالمكاسب والعيال العشر سنين هذه خدمة عمل نشاط حقيقي وباقي العمر واش بقى يا سيدي ثلاثين وخمستاش وعشر كام خمس وخمسين بقت خمس سنوات وباقي العمر اللي هي خمس سنين أسقام وشيب وهم بارتحالي وانتقالي هذه فيها سفر سفر لقضاء المصالح وكبر وشيب وأمراض وغيرها فحب المرء طول العمر جبل يعني طبيعة نسان يحب طول العمر وقسمته على هذا المثال لذا يقول إمام علي أيضا ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء يا الله العمر أسقام العمر يقع فيه من السيئات ما يقع ولكن الله سبحانه وتعالى يريد إسعادنا يريد إنعامنا يحبنا يريد لنا الخير يهيئ لنا أسباب الخير فجعل لنا أسبابا هذه الأسباب تغفر بها سيئاتنا وذنوبنا مهما كانت كثيرة مهما كثرت وقبل أن أشرع في ذكري الأسباب الأربعة لحصة اليوم أقص لكم هذه القصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبلكم كان في من قبلكم رجل أسرف على نفسه فقتل تسعا وتسعين نفسا شخصا ثم تحرك ضميره يا الله هذه كلها ذنوب تحرك ضميره فذهب ليسأل في الديانات الأخرى عندهم العابد أو راهب يعني يخرج خارج المدينة أو القرية ويبني يبني قريشة زريبة بيت قبة من طين ويجلس فيها يعبد ربه حتى يموت ينقطع عن الدنيا هذا عابد لكن هناك العالم والفرق شاسع بينهما العالم العالم والعلم عند الله يفيد الغير لكن العابد لا يفيد إلى نفسه العالم عند من العلم ما يفتي به ويحل كثير من المشاكل العابد لا يعرف أو لا فقه له ولا علم له ولكنه عابد لربه يصلي ويصوم يذكر ويقرأ وهكذا فلقي عابدا فسأله يا شيخي إني قتلت تسعا وتسعين نفسا فهلي من توبة فقال له العابد تسع وتسعين قتلتها وتريد التوبة وخرج من هنا حتى لا يشتعل ديري الذي أعبد فيه ربي أنت عصي أنت كافر أنت كذا فأخذ السلاح وقتله وأتم به المئة ثم خرج هائما على نفسه لا يدري ماذا يفعل وإذا به يلتقي بعالم من العلماء فقال يا شيخ أسألك قال نعم قال هل لي من توبة إني قتلت مئة نفس فهل لي من توبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة ربك غفور الرحيم عد إليه وتب يغفر الذنوب ولو كانت مثل الجبال أو الرمال أو الحصى أو زبد البحر اعلن التوبة لا تقطع خيط الرجاء مع ربك فأعلنها توبة النصوحة وندم وبكى ورجع إلى الله فنصحه العالم قال له يا ولدي ما دمت قد تبت عليك أن تغادر هذه البلدة التي كنت فيها حتى تنقطع عن الأصحاب والأحباب الذين كنت تعصي الله معهم يعني يخرج من مجموعة التي كان فيها التي كانت تشجعه على المعاصي غير المكان فقرر أن يخرج وقال إن صحني إلى أين أذهب قال اذهب إلى المدينة الفلنية ففيها أناسها طيبون وفيها يتقون الله ويخافون الله اذهب إلى هناك أخذ زاده وخرج إلى المتجه إلى هذه المدينة وفي الطريق جاءه ملك الموت فقبض روحه فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وتخاصموا فيما بينهم ملائكة الرحمة يقولون لقد تاب فنأخذه نحن إلى الجنة وملائكة العذاب يقولون لم يفعل شيء قال بفمه تبت ولم يفعل شيء فنأخذه إلى جهنم فأرسل الله سبحانه وتعالى الرب الرحيم الغفور الحنان المنان الذي يقول كما في سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم إن أمنتم وإن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما الله لا يتغنى بعذابنا لا يفرح بعذابنا أبدا أرسل الله ملكا وتدخل وأعطى الحل ما هو قال قيسوا من المدينة التي كان فيها وخرج منها إلى المكان الذي مات فيه وقيسوا من المكان الذي مات فيه إلى المدينة التي هو ذاهب إليها فأمن وجدتم المسافة أقرب فهو لها إن وجدته أقرب إلى المدينة التي خرج منها فليأخذه زبانية جهنم وإن وجدتموه أقرب إلى المدينة التي هو ذاهب إليها فليأخذه أهل الجنة أو ملائكة الجنة تقول الرواية بأن المسافة كانت قريبة من المدينة الأولى لكن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل فطوى الأرض ما بين المكان الذي مات فيه والمدينة التي هو ذاهب إليها وقرب المسافة فوجدوه أقرب مكان المكان الذي مات فيه أقرب إلى المدينة التي هو ذاهب إليها فأخذته ملائكة الجنة وكان من أهل الجنة قتل مئة وأعلن فقط التوبة إخواني هي التوبة أن تعلن التوبة أيها المؤمن الله سبحانه وتعالى في التنزيل يقول قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم كنت سارقا كنت فاسقا كنت خمارا كنت شاربا للدخان للمخدرات للمهلوسات كنت زانيا كنت في بيت الدعارة كنت كذا كنت كذا كنت كذا عد إلى الله سبحانه وتعالى وابكي بين يديه وقل يا رب تبتو إليك فتقبل توبتي فإن الله يقبل التوبة ولا يكتفي بقبول التوبة فقط وإنما هناك ما أعجب من هذا أتدرون ما هو يقول الحق في آخر سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله لا يكتفي بأن يقبل منك التوبة ويمحو السيئات ولكنه يبدل هذه السيئات حسنات جزاء توبتك ورجوعك إليه التوبة تجب ما قبلها والهجرة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله ما معنى يجب يمحو يمحو ما قبله فمن كان فمن عاش ستين سنة كافرا ثم دخل الإسلام ذهبت الستين سنة كلها هباء منثورا ولا يحاسب عليها لا يحاسب عليها أبدا ومن الهجرة الهجرة ليست الهجرة هجرة المصطفى من مكة إلى المدينة ولا هجرة بعد الفتح لكن الآن تبقى هجرة المعاصي أن نحجر المعاصي أن نحجر الجار السيء أن نحجر المكان السيء أن نحجر أصحاب السيئات وهكذا والتوبة تجب ما قبلها فالإنسان يجلس بينه وبين نفسه ويقول يا ربي أتوب إليك يا ربي تبت إليك ما معنى تبت إليك أي ندمت عما فات وأعدك يا ربي أن لا أفعل السيئات في المستقبل أن تندم عن الظنوب الماضية السيئات الماضية وأن تعزم بصدق ونية خالصة أن لا تعود إلى الظنوب في المستقبل هل ستنجح في هذا أبدا ليه لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوبون يعني أنا تبت يا ربي أعلنت التوبة لكني لست معصوما العصمة للأنبياء بعد نصف يوم بعد ساعة بعد ربع ساعة بعد أربع أيام بعد أسبوع قد أعقعوا في الذنب وأرتكبوا السيئة فأعلنوا التوبة من جديد قال سيادنا العلماء إذا كانت لك الذنوب وأعلنت التوبة فإن الله يمحوها فإذا أخطأت وارتكبت ذنبا جديدا فإن الله لا يضيف الذنب الجديد إلى الذنوب القديمة الذنوب القديمة محاها انتهت وإنما هو ذنب جديد فقط فأنت كلما أذنبت قل أتوب إلى الله اعلن التوبة لله بقلب صادق الله يعلم نيتك ويعلم سرك فلا تستهزئ مع الله سبحانه وتعالى إذا أعلنت التوبة اعلنها من قلبك صادقة واندم وبعض الناس يبكون على الذنوب التي ارتكبوها ويلزمون الفراش ويمرضون هؤلاء هم الصادقون في توبتهم فالله يقبل التوبة والله لو تجلس في منتصف الليل على الوحدة على الساعتين على الثلاثة أو قبل أذان الصبح بنصف الساعة وتصلي أربع ركعات لله سبحانه وتعالى وتجلس على السجادة وترفع يديك إلى الله وتقول يا ربي إن ذنوب كثيرا ارحمني وتب علي يا الله وتبكي بدموع حقيقي صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليك ويفرح بتوبتك أكثر مما تفرح أنت بشفاء ابنك أو أكثر مما يفرح العاقر الذي لم يلد منذ خمسين عاما ثم جاءه ولد وهناك مثل يضربه المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول هناك رجل عنده جمل وعليه راحله وزاده وماه وهو سائر في الصحراء تعب جلس تحت ظل الشجرة فنام قليلا فلما استيقظ لم يجد الجمل بما حمل راحل جمل ذهب فارتعدت فرئيسه وخاف لا زاد ولا ما ولا راحلة وبدأ يبحث من هنا وهناك وهناك ولم يجد شيئا فعاد إلى نفس الشجرة وقال أجله تحت هذه الشجرة حتى أموت تحتها فأخذته سنة من النوم ففتح عينيه فوجد الجمل أمامه فقال شاكرا ربه من كثة الفرح بوجود راحلة الجمل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطع اللهم أنت عبدي وأنا ربك من الفرحة يقول المصطفى فالله سبحانه وتعالى أكثر فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بوجود راحلته الله يفرح حين تتوب وتعود إليه سبحانه وتعالى هذا الأول السبب الأول التوبة كل ما أخطعت توب إلى الله وإن الرسول كان يتوب إلى ربه أكثر من من خمسين ستين مرة في اليوم وهو بأبيه وأمي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولما سئل قال أفلا أكون عبدا شكورا السبب الثاني لمحو الذنوب والسيئات هو الاستغفار وما أدرك ما الاستغفار فالاستغفار هو عبارة عن مكنسة تمحو السيئات صغيرها وكبيرها الاستغفار قل أستغفر الله وأتوب إليه ولقد شرع لنا الله سبحان وتعالى الاستغفار بعد أن ننهي صلاتنا فإذا قلنا السلام عليكم في الصلاة نقول مباشرة بعدها ثلاث مرات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لماذا حتى يمحو الله كل ما وقعنا فيه من أخطاء أثناء صلاتنا فالمصلي قد يقرأ آية في المسجد قد ينظر إلى الساعة إلى المحراب إلى المكبر الصوت إلى لامبة الضو ينظر إلى قفى زميله إلى آخره يشتغل ببعض الأمور يأتيه الشيطان فيلعب به فإذا ما استغفر الله ثلاث مرات بعد الصلاة فإن صلاته تصعد إلى ربه تامة مقبولة فلاستغفار ثلاث مرات بعد الصلاة ترميم لما وقع فيها من خدوش إذن الإنسان كلما جلس مجلسا وتحدث فيه فإنه قد يخطئ فإذا أنهى المجلس قال استغفر الله وأتوب إليه وجميل نقول استغفر الله وأتوب إليه معناها يا ربي استغفرك مما وقعت فيه وأندم مما وقعت فيه من ذنوب وأرجوك يا ربي أن تحفظني في مستقبل عمري من أن أقع في الذنوب وإن وقعت فدلني على التوبة ويسر لي التوبة هذا الذي يستغفر ربه هو يتوب هو من أهل الله سبحانه وتعالى هناك من هو قاسي القلب يفعل الأفاعيل ويفعل السيئات والمنقرات ولا يعرفه توبة لله طول حياته هذا هو المسكين هذا هو الخاسر في الدنيا وفي الآخرة الاستغفار عن شدد ابن أنس كما في الصحيحين قال قال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار سيد الاستغفار أن تقول اللهم أن تربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك عليه يعني أعترف أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا سيد الاستغفار يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها يعني مؤمنا بها فمات قبل أن يمسي قبل ما يجي الليل مات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل موقنا بها فمات من ليلته قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة هذا سيد الاستغفار اجعل احفظه يا حبيبي احفظه وقله مرة مرتين ثلاثة في اليوم فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منك ويغفر لك التوبة والاستغفار والإنسان يتعجب من عمله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله خير إن أصابته ذراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته صراء شكر فكان خيرا له ففي الحالات كلها أنت الفائز والرابح إذا ابتلاك الله فصبرت وإذا أعطاك فشكرت فأنت الفائز بإذن الله أرى أن أختصر والوقت يذهب بنا السبب الثالث هو الحسنات فعل الحسنات فعل الحسنات كلما أكثرت لكن المقصود أن تتصدق بما قل اتق النار بأي شيء إن لم تجد الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة صدقة لين الكلام صدقة الكلام الجميل صدقة الكلام الحسن صدقة الابتسام في وجه أخيك صدقة هذه كلها صدقات والحسنات كثيرة أقوال وأفعال أما الأفعال فهي في الصدقات والمساعدات والتبرعات وغيرها وأما الأقوال فهي في الكلام الطيب والخلق الحسن ألا تعلمون أحبابي هداني الله وإياكم أن أثقل شيء أثقل شيء في ميزانك يوم القيامة في ميزان حسناتك تدري ما هو ليست الأموال وليست العقارات وليست البيوت وليست الجسم العظيم والكبير وأبدا أبدا أثقل شيء في ميزان حسناتك يوم القيامة هو حسن الخلق حسن الخلق حسن أخلاقك مع زوجتك مع أولادك مع والديك مع جيرانك مع عمالك مع الناس في الطريق في الصوق في اللقاءات في كل مكان وألسنة الناس أقلام الحق قد نأتي إلى مكان ما ونسأل يا جماعة خمسة ستة ثمانية ما رأيكم في فلان يقولون هو طيب كريم كلامه طيب إنسان ممتاز بارك الله فيه هذه شهادة على أنك كذلك عند الله فأنت طيب الله يحبك وقد تسأل عن شخص آخر مجموعة ما رأيكم في فلان يقول يا لطيف يعوذ بالله منه إبليس ولا هو ما مجرم شرير معنى إياك للناس يقول الكلام البذيء لا يحسن العشرة هذه شهادة سيئة من هؤلاء على هذا الرجل وهي كذلك عند الله سبحانه وتعالى ولذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يتعجب ويقول عجبا لمن غلبت أحده سيئته الحسن بعشرة وبعشرين وبخمسين وبمئة وبسبعمائة والله يضاعف لمن يشاء والسيئة بواحدة مهما كانت عظيمة شربت الخمى تحسب سيئة ولا تكتب لك هذه السيئة حتى تصح من الخمر وتتوب فإن لم تتوب كتبت لك واحدة لذا يقول المصطفى في حديث آخر عجبا لمن غلبت أحده سيئة غلبت عشرة غلبت أحده عشراته عجبا لمن غلبت أحده لهي السيئة عشراته عشراته سعنا بالعشرات فأنت إذن بإذن الله من أهل الجنة ومن أهل الخير لكن افعل الخير فإن أقم الصلاة طرفين نهاري كما يقول تعالى أقم الصلاة طرفين نهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجل المحسنين الحسنات لازمها صبر لأنك إن تفعل الخير فإنك من يتكلم فيك يتحدث فيك يشتمك يقول فيك إلى خيره فلا تسمع لهؤلاء واصبر فعل الخير يحتاج إلى صبر الحسنات تحتاج إلى صبر العمال الخيرية تحتاج إلى صبر الكلام الطيب يحتاج إلى صبر فالذي يقرق لا يستطيع أن يفعل هذا وعلى هذا الأساس إخواني هذه الحسنات هذه الحسنات إنسان إذا اقترف سيئة الأفضل أن يأتي بحسنة بعدها أن يأتي بحسنة كلما اقترفت سيئة افعل حسنة مهما كانت صغيرة هذه إذا جاءت بعد السيئة تمحها بإذن الله سبحانه وتعالى والنتيجة أنك إذا جاءك ملك الموت فأنك تتوب تائبا مستغفرا محسنا آخر جزء في برنامج اليوم الآخر السبب السبب الرابع إذن السبب الأول التوبة الثانية الاستغبار الثالث الحسنات والآن الرابع هي المصائب الدنيوية الله 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 المصائب الدنيوية التي تبتليك أيها المؤمن هي مكفرة لسيئاتك وتزيد في حسناتك وترفع من درجاتك وتجعلك من أهل الجنة اسمع إلى هذا الحديث الجميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمنة ما يصيب المؤمنة من وصب يعني مرض ولا نصب يعني تعب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطايا كل مقروه يقع لك كل مصيبة تقع لك كل مشكلة تقع لك في الدنيا هي مكفرة للسيئات الله سبحانه وتعالى يمح عنك بها السيئات إذا صبرت إذا صبرت واحتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى فإذا كانت الشوكة الواحدة يكفر بها الله السيئات فكيف بمن يعني يعني يستخدم الشوك أربع وخمس مرات في اليوم شوكة أهل أصحاب المبتلين بالسكر عفاهم الله ست مرات في اليوم هناك أربع مرات هناك مرتين هناك على الأقل مرة يستخدم هذه الإبرة برتلينسولين في جسمه هذه الشوكات هؤلاء نبشرهم أبشرهم بأنكم إذا مات الواحد منكم مات نظيفا من الحسنات بإذن الله بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الشوكة الواحدة شوكة هندي أو شوكة نخلة وأنت تنحي في كعبة تمر أو غيرها أو شوكة حلفة أو شوكة في الأرض هذه يجازيك بها الله ويغفر بها السيئات فما بالك بمن يشاق يوميا أربع خمس ست مرات فبشرى لهؤلاء بشرط أن يصبروا ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى لأن الحكمة تقول إذا صبرت أجرت وحكم الله نافذ وإذا ما صبرت أثمت وحكم الله نافذ أنت مرضت بالسكر وتستخدم الأبر إذا صبرت تؤجر وتمحى سيئاتك وتضاعف حسناتك وترفع درجاتك وإذا لم تصبر فهل سيذهب السكر عنك؟ أبدا فقط تربح إلا الإثم إذن أصبر أحسن وكل المصابون بالأمراض الأخرى أمراض القلب أمراض البرصات أمراض التصوية الدم الكلا أمراض المعدة المصائب الدنيوية كالحريق كالإتلاف كالغرامات كالخسائر كاللل الأموال التي تصرق كالموت الغالحبيب موت الإبن موت الوالدين موت الزوجة على يصاب بزوجة ناشز يعني صعبة تعامله معاملة سيئة التي تصاب بزوج يكرهها في الحياة ويعاملها معاملة سيئة الذي يصاب بولد يبيع المخدرات وفاسق وفاسد فيه مشاكل هذه المشاكل القل يصاب بجارسوه مثلا هذه المصائب كلها أو يعمل في عمل شاق إلى آخره قائمة طويلة هذه المصائب كلها بإذن الله سبحانه وتعالى يمحى بها سيئاتك وترفع بها درجتك إذن يا حبيبي يا مستمع يا كريم احفظ السبب الأول التوبة السبب الثاني الاستغفار السبب الثالث الحسنات والسبب الرابع المصائب الدنيوية إذا جاءتك فافرح بها وأختم بهذه اللقطة الشيقة الكريمة رجل يمشي في الطريق في الخلاء فسمع رجل يذكر يذكر الله ويشكره لهم لك الحمد لهم لك الشكر لهم لك الحمد لهم لك الشكر فاتبع الصوت حتى وصل فوجد رجلا أقرع وأبرص وأعمى ومشلول مشلول مقطوع اليدين والرجلين ولا يسمع فاقترب منه والصاحبي على صوته ما بك؟ قال أشكر الله على نعمه التي أعطاها لي لم يعطيها لأحد غيري قال لماذا تشكره؟ أنت فيك من البلاء ما فيك؟ أنت أقرع وأعمى وأبرص وأصم وأبكم ومقطوع الطرفين قال أشكره لأنه أعطاني قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا فهذه نعم الله سبحانه وتعالى فبعض الناس إذا أصيب بمصيبة مهما كانت صغيرة تسخط وثار ولماذا يا ربي؟ ولماذا تقصد نينا من دون الناس؟ ولماذا لا تقع المصائب على رأسه؟ ويتبطر على نعمة الله سبحانه وتعالى يتبطر على نعمة الله سبحانه وتعالى ولا يشكر الله حتى على المصيبة يشكروه على المصيبة على الأقل جاءت مصيبة فاستطيع أن تتحملها فأناك مصائب لا يستطيع الإنسان أن يتحملها مصائب تقع في الدنيا اللهم عفين منها يا ربي اللهم يا ربي تب علينا واغفر لنا وارحمنا وأكرمنا وأجرنا واغفر لنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأصلح حال أبنائنا وبناتنا وأولات أمورنا يا أرحمان راحميننا يا رب العالمين هذا وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ألتقي بكم الأثين القادم في الجزء الثاني إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر